عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي وقد طلع رئيس الوزراء على الأعمال الخاصة بتطوير الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح بطول 55 كم في المسافة من تقاطع طريق وادي النطرون العالمين وحتى مدخل مطار العالمين وتستهدف تلك الأعمال إقامة ست حارات رئيسية لكل اتجاه بالإضافة إلى أربع حارات خدمة بواقع حارتين لكل اتجاه